اهنا والسلام عليكم السلام عليكم فضل وعليك السلام فضل شوانك شيخ وليد؟ الحمد لله شيعي؟ نعم شيعي ماذا تعرف عن السقيفة؟ انت ماضا؟ انت ممكن تتكلم عن السقيفة شوي؟ لا هتكلم في الاخ الخالص لا لا اتكلم انت اول بدايتها وانا ما عايز اتكلم كنت اتكلمت من بداية الحلقة لكن انا عايز اعرف ايه هي معلوماتك عن السقيفة انا اعرف السقيفة من قبل استشهاد النبي إلى خلافة ابو بكر اعرفها ممكن انت وتوضح للناس السندة الغشمة؟ الثقيفة من قبل استشهاد النبي؟ هه؟ سكت السقيفة من امت قلتني من قبل استشهاد النبي؟ ماذا يعني بداية بداية الأحداث؟ بداية الأحداث؟ بداية المؤامرة ايه بداية المؤامرة. ايوة اقول لي بقى يعني طلع اللي عندك كده فيها اقول لي مؤامرة ازاي وحصلت ازاي وتمت ازاي كده يعني. يعني سخنني معاك كده. بداية المؤامرة. سخنني معاك ايوة مؤامرة ازاي يعني. حكي لنا ايه اللي حصل. انت فهمت ايه ولا ايه اللي حصل. مم. ولا انتم مش فرشين بس اللي في السب والشتيمة اصحاب الصقيفة اصحاب الصقيفة. اسمعني 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 شون تمات? ما نسمعك والله هو تفضل. ايه? تآمروا الصحابة. اسمعني اسمعني اسمعني. بعد استشهاد النبي محمد صلى الله عليه وقاله. تسمعني لولا. ما تكمل يولا. انت انت ايه يا انا? انت عايزنا اطعك? ما نسمعك والله. اسمعني 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 حبيبي. بداية استشهاد النبي. هو اللي عايزنا اطعم. انا ساكت ما تكمل. يعني انا ساكت والله ما تكمل. ايه? بعد استشهاد النبي. امير المؤمنين سلام الله عليه. تسمعني شيخ وليد? يا عم والله سمع تكمل. امير المؤمنين تكفل. تكفل. اسمعني اسمعني اسمعني. تكفل بتجيز رسول الله. تكفل. يا ابن انت بتقولوا عايزنا اكمل لك? ما تكمل. تكفل تكفل بتجهيز رسول الله. تمام. ماشي. لدي اللي استشهد النبي في حجر عائشة معرف ايش من هذا الكلام هذا الكلام. انا انا قلت لك احكيلي قصة بتاعتها. اجتمعوا اجتمعوا المغاجرين وانصار في ثقيفة من يساعدة. نعم. تسمعني كانت الزين واجتمعوا على تلصيف ساعدة ابن عبادة رضوان الله عليه. اجي ابو بكر وعمر. ساعد بن عبادة رضوان الله عليه. ايه سعد بن عبادة رضوانا الله عليه ايو ليش عمار قال قتل الله سعدا ايوه عشان قتل الله سعدا بقى رضوانا الله عليه لكن لما سعد بن عبادة قال له منكم امير ومنا امير وما قالش علي فم مش مش اتفقوا في ساعد بن عبادة عتا ابو بكر وعمر واختصبوا الخلافة حتى بن ساعد بن عبادة اختصبوا الخلافة خشحاتين وساعد بن عبادة ساعد بن عبادة رضوان الله عليه كان يطالب بالخلاف الامير الممين علي ابن طالب عليه السلام. ايوه بس خلينوا هافين بها هنا خلاص كده. شكرا منك. السؤال هنا. السؤال هنا يكمل السؤال هنا. منا الصابع ابا كر? خليفة. سعد بن عباد cuatro. هل اله سعد بن عبادة. ام حديث مبوي? اعتيني اتحدى. اتحدى. انا بقول انها Scarlett Joe ibland. اتحدى منا الى لتحدى منها. يا يعمiente تتحدى ليه? انا بقول لك سعد بن عبادة. انا بقول لك. سعد بن عبادة. اذا تنطيني دليل من القرآن الكريم? اذا تنطيني دليل من القرآن الكريم? اذا تنطينيенного القرآن الكريم. يلا الله وحمد رسول الله. مش هيسمع. ايه? ما انت قلت من شوية عايز تسمع دلوقتي مش بتسمع. ممكن بقى تسمع لنا. ممكن انا اعلق الاحليز بتاعتك. خلاص? اتفضل اتفضل. تمام? اتفضل. طيب جميل. اتفضل كم. انت حضرتك بداية قلت النبي استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وانا اتحدى. اتحدى شعتك. وشعة شعتك. وكل اللي موجودين من الشيعة. تمام? انهم يثبته ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اخذ دية النبي صلى الله عليه وسلم من القتلى او القصص من القتلى. قتلت النبي صلى الله عليه وسلم. ان لم تكن هناك دية او هناك قصص اذا ليس هناك قتل للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص? ان النبي اسمعنا بس. اسمعنا اسمعنا. اسمعنا. اسمعنا خلينا خلص كلامي. خلينا خلص كلامي. اخذ دية الحمزة. خلينا خلص كلامي. خلينا خلص كلامي. خلينا خلص كلامي. وخلص كلامي انت داعمي تقومي مع المتصري خلينا محمد انا سمعت وخليك اسمعني بقى لان حشتك رعيفة حشتك رعيفة يا سيدي خليك ما تقوليش حجة طعيفة عشان ما انتقنش للموضوع الثاني والله اتخليك دولاتي مش شيء وانا عندك حجة ولا عندك اي حاجة اتفضل ايه انت حب تختار ايه استشهاد النبي ولا السقيفة انت حديتك عن السقيفة ايه بداية السقيفة اختار ايه خليس ايه بداية السقيفة رزية توم الخميس ابن عباس يقول الرزية كل الرزية ابن عير بداية السقيفة ودلوها دعمتهم في معركة الجمل يا ابن اسمع لا 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 حبيبي هي بداية سقيفة من يساعدك خلينا بقى فاهم الناس خلاص اولا اتحدى اي شيعي طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فالنبي صلى الله عليه وسلم مسلم صحيح ولم تفي اختلاف طيب النبي صلى الله عليه وسلم كمسلم مش هقولك بقى كنبي المفروض ان هو مقتول اذا له دية او القصص من القتلة فاحنا عايزين نعرف عليه ابن ابي طالب رضي الله نهار دا هو اولى الناس به هو من اقرب اقربائه هو فاطمة والحسن والحسين والعباس فهل يا ترى طالبوا بداية النبي صلى الله عليه وسلم او طالبوا بالقصص دي النقطة الاولى النقطة اللي نهار دي النقطة التانية بيقولك رضي الله عن مين عن سعد ابن عبادة عن سعد ابن عبادة ليس حباً في سعد ولكن بغضاً في عمر رضي الله عنه وارضاه تمام والمسكين ما يعرفش أصلا أن سعد بن عبادة هو اللي كان في السقيفة وهو اللي دعا الناس لمسألة الإمامة هو يقول ويكذب طبعا أن سعد بن عبادة طلب الإمامة لعلي بن أبي طالب وأنا أتحدى أن يأتي من كتبه بأي شيء بذلك بس يكون عن المعصوم مش يكون عن فلان أو فلان أو فلان تمام سعد بن عبادة باختصار جدا قال منا أمير ومنكم أمير يعني إيه منا أمير ومنكم أمير يعني من الأنصار أمير ومن من ومن المهاجرين أمير فلما سمع ذلك عمر بن خطاط أرسل إلى أبي بكر الصديق وفي رواية أصلا كان أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بعثه لإحدى القرى القريبة من المدينة ولكن هنفترض أن أبو بكر الصديق كان معهم ما في مشكلة فبعث عمر لمن يعني سامع عمر باجتماع القوم في السقيفة فبعث إلى أبي بكر الصديق وذهبوا إلى القوم يعني إيه كلام ده يا أخوانا بكل هدوء كده يعني معناها أن عمر وأبو بكر الصديق ليسوا هم من دعوا إلى السقيفة ليسوا هم من دعوا إلى السقيفة يعني السقيفة كونت وهم ما كانوش لسه عرفوا لذلك دي تضحط إيه؟ تضحط من قال أن الأمر دبر بليل أن الأمر دبر بليل يبقى من الذي دعا إلى السقيفة سعد بن عبادة؟ من الذي قال منا أمير ومنكم أمير سعد بن عبادة؟ طيب منا أمير يعني من الأنصار منكم أمير يعني من مهاجرين يعني ما فيش عليه ابن أبي طيب ما فيش غادير خم اللي حضرته بترضى على سعد بن عبادة رضي الله عنه تمام؟ فالشيعي لذلك أنا قلت إيه؟ قلت لكم تعالوا نسمع من الشيعي نشوف يعرف إيه على السقيفة لكن الشيعي لا يدخلك في رازية الخميس يدخلك بعد كده في غادير خم ما يثبت لك على أصلا على حال